بابا أنا أسأل السؤال يعني تليش ما لجئت للمحكمة؟ ليش ما لجئت لمحاكم العنف والأسري وقدمتي طلب للمحكمة وشكوة واشتكيتي أبوي يعنفني أمي تعنفني عندش مشاكل ليش لتجئتي إلى هذا الطريق وخليت نفسك بمشكلة سمعته لتسمعتك النتيجة ما محسوبة ما مرضية ليش ما لتجئتي للمحاكم بدلا ما ترتكبين هالفعل؟ عندي تليفون عندي أنترنت ليش ألتجئ للمحاكم؟ هذا الموضوع أسهل بالنسبة إلي أكو أنترنت وأكو شخص دي يقول لي حتل عجل تركية أروح التركية وأحط شوية وأسولف بالأنترنت وأخلص ليش حتى أروح محكمة وبالنهاية أني أخاف أني أهلي يخوفوني أني ما أقدر بس هاي شغلة سرية وأحسن ما حد يعرف وهو أساسا اللي يسو هاي الأعمال أو يستخدم التواصل الاجتماعي وما ظاهر نفسه بالصورة أساسا هو الموضوع مبين أغراضها خصوصا ليش حاورتش انتي ليش ما حاور غيرش ليش ما طلب من غيرش ليش تتجه للفتيات ليش من غير شخص والنتيجة ما محسوبة النتيجة ما مرضية فإن كانت تتجهيل لطرق قانونية تتجهيل للمحاكم من ما وصلت لمحاكم التتجهيل للأهل للعمام للأقرباء بعيد عن هذا الفعل لأن هذا الفعل النتائج مالته النتائج مالته صعبة النتائج مالته شديدة الجراء مطورت ممكن يؤثر على حياتك ممكن يؤثر عن سمعتك ممكن تنبع أعضائك وممكن تموتين فإياهم أحسن اللجوء للمحاكم اللجوء للأهل والأقرباء لو اللجوء إلى شخص غريب بعيد ما تعرفين عنه كل شيء طلحت من البيت وجبت المشكلة لنفسك وإلى أخواتك